بما أنك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الأخبار الجديدة من قناة مساء الأخبار لموظفي الحكومة اعرف كل حاجة عن الأجازة المرضية بأجر كامل تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيديو توضيحي للموظفين العاملين بالدولة يوضح كيفية وطرق الحصول على الأجازة المرضية بأجر موضحا أنه في حالة إصابة الموظف بمرض يمنعه من الذهاب إلى العمل فعليه أولا اختار جهة العمل من خلال البريد أو التلغراف أو الفاكس أو حتى هاتفيا أو من خلال الإبلاغ عن طريق أحد الزملاء كما أن جهة العمل ستقوم بتحويل الموظف المصاب إلى المجلس الطبي لتوقيع الكشف الطبي عليه وأشار الفيديو إلى أن القانون كفل للموظف حقوقه في الحالات المرضية على النحو التالي يحق للموظف الحصول على أجازة مرضية كل ثلاثة أعوام خلال مدة خدمته ويتم منحها من المجلس الطبي المختص فيما يعرف بالدورة المرضية ويتم الحصول على الأجر الكامل في ثلاثة أشهر الأولى من الأجازة ويتم منحه 75% من الأجر في الثلاثة الشهور التالية على أن يحصل الموظف في الست شهور التالية على 50% من الأجر وإذا كان السن فوق الخمسين سيحصل على 75% من الأجر